اشتركوا في القناة التطوير عملية مستمرة وان شاء الله هنتعلم مع كافة التحديات تدريجيا عشان نقدر نتحرك لقدام ونخلق بيئة استثمارية افضل للجميع زي ما عرضنا قبل كده احنا هدفنا واضح جدا هدفنا منظومة ضربية فيها ثلاث محاول اساسية فيها وضوح ويقين الناس عارفة بالزبط واجباتها والتزاماتها عندهم بساطة وسهولة في التنفيذ وعندنا خفض الاعباء قدر المستطاع عشان نحافظ على تنافسية البيئة الاستثمارية في مصر دي منظومة ضربية وده التسهيلات الضربية اللي احنا جايين بنتكلم عليها هي الاولى والبقى اكتر مرة اخرى على الاولى انها ان شاء الله هتساعدنا في تعييق هذا الغرض بالقوة احنا كنا هنا من اهل من شهر في 11 تسعة وكنا يعني كنت بشرف ان انا جنب دوترئيس وبنعلن هذا الامر واعلننا ملامح اولية وعدنا ان احنا في فترة قريبة جدا هنيجي بالتفاصيل مارده جايين نعرض هذا الامر لكن كمان خليها نقول ان احنا الفترة الماضية دي احنا كان الهدف اساسا ان احنا نطرح الكصة دي على كل المجتمع الضريبي على مجتمع الاعمال على ممولين على اتحاد السماعات على غيرهم من الامور وده الحقيقة تم بشكل كبير جدا بهدف مرة اخرى ان عندنا حزمة اولى يعني تحقق الغرب منها وهو عودة الثقة بناء شراكة حقيقية مع الممول ومجتمع الاعمال وجود حالة من الاتمؤنان على قدرتنا كمان على التنفيذ هذا الامر باذن الله فاحنا يعني مرة اخرى من كمع العشرين اصلاح هذا العشرين اصلاح دولا تم عرضهم على من خلال اكتر من عشرين اجتماع قمنا به في حوار مجتمع موسع مع كافة الجهات انا احابب بس ان انتو حالك تشوفوا صور سريعة لبعض هذه الاجتماعات سواء مع اتحاد الصناعات او اتحاد الغرب في اجتماع كان مطول وكان مهم جدا كان في اجتماعات مختلفة مع جامعات رجال الاعمال متنوعة محلية وخارجية دي امثلة وليس ما تم لكن دي امثلة واقعية مما تم خلال الاسابيع الماضية عندنا اصحاب الفكر الاقتصادي واصحاب الافكار اللي ممكن كان يبقى مهم او ان احنا برضو نطلع على التجارب وعلى رأيهم وعلى خبراتهم ونتكلم النهاردة على العدم اتماعات بقى مع المهنين نفسهم مع اصحاب الشأن المباشر المحاسبين ويعني كل من يمثل مهنة الدرائب ومكاتب الدرائب ومكاتب الخبرات الاستشارية مكاتب المحاسبة يعني ده كله كان عندنا وكان من بارح اخر اجتماع كان مع جمعية الدرائب المصرية يمكن بحضور اكتر من رمعونية ممثل لكل من هو مسؤول عن عمل منظومة الدرائب في مصر من اول مصلحة الدرائب وقلادتها انتهاءا بكل المكاتب فنتيجة ده كله متأسف انا برضو حابة اوضع حاجة انه يعني لو هرجع دي او واحدة بس هنا حتى ممكن اوضح ان احنا كمان بنتنصك مع شركائنا في الحكومة او في الدولة المصرية وزارة التصالات عادنا معاها كذا مرة بتتكلم على جهاز المشروعات عشان في الاخر احنا جايين بحاجة هتفيد وان شاء الله تقدر اتحقق الغرض من موجود شراكة حقيقية مع قطاع الاعمال مجتمع الاعمال وعن موالين مبنية على اللي انا قلناه من دقائق يقين ووضوح وتبسيط حقيقية على الارض فالنهاردة احنا جايين نعرض للعشرين اجراء اللي احنا وعدنا بيهم خلينا اقول للعشرين اجراء دولة ممكن نجمحهم ان هم بيخدموا اربع اغراض رأسية والاربع اغراض رأسية دولة مهمين جدا جدا لخلق بيئة استثمار افضل لضمان تنافسية الاقتصاد المصري والكمان النهاردة نقدر نساعد على قد ما نقدر مجتمع الاعمال وندي له قدر من اليقين والوضوح نتكلم النهاردة على مجموعة هتخفف الاعباء على الممولين ولكن كمان مهمة اوي ان احنا نجزب ممولين جداد ندخل معنا جزء من اقتصاد غير رسمي ندخل معنا جزء من الممولين اللي عندهم رغبة حقيقية ان هم يشتركوا في القطاع الرسمي ويستفيدوا ويجبروا ويهموا بنتكلم على الزينر نوفر سيولة ونصندة سريعة للممولين تقدر تساعدهم على النمو وعلى ان هم يكبروا وان هم يحققوا يعني اكبر قدر من زيادة الانتاج والانتاجية بنتكلم على زي نبسط الاجراءات ونوحدها مايبقاش كل حد ممكن بيتعامل اكتر من المعاملة وبنتكلم على حاجات عموما ضرورية لانهاء ملفات قديمة ونزاعات ممتدة لسنوات طويلة جدا بجرنا الورى والنهارة عايزين نطلع لقدام عندنا منظومة مايكانة عايزين نتحرك بيها لقدام في حاجات كتيرة او شدانة الورى ان شاء الله هننهيها بشكل كامل وبشكل طوعي ده حاجات هتبقى طوعية الممول والمستثمر يقدر يستفيد منها ويفحرك من خلالها لو بدأت بالاجراء الاول وهو اجراء مهم جدا هو احنا ما كانش عندنا في مصر منظومة ضربية لمنتقات الصغيرة ولا لريادة العمال ولا لكل من هو يعمل في مصر تحت 15 مليون جنيه ما كانش موجود هزا كان موجود عندنا بعض الحوافذ الضربية في قانون المنشآت الصغيرة اللي كان بيشرف عليه الجهاز المنشآت الصغيرة لمكانش عندنا في قانوننا في الضرائب منظومة متكاملة نهرب عندنا منظومة متكاملة جاهزين بيها ان شاء الله هنتقدم لمجلس نواب بيها وهي جاهزة بكل الصياغات وتم مراجعتها عادي يتوقف عليها روتوش صغيرة جدا لمراجعة في المجلس الوزراء ممكن الاسبوع قادم ثم نبعتها بإذن الله لمجلس النواب ان شاء الله لمناقشة والاعتماد نهرب عندنا منظومة متكاملة بتخاطب كل أنواع الضرائب مش بس درائب تدخل تكلم كل أنواع الضرائب كل أنواع الضرائب والرسوم اللي بتشرف عليها وزارة المالية بتقدم مميزات هائلة وحوافذ كبيرة جدا بتخاطب كل أنواع الشركات سواء الشركات الفردية أو الشركات القائمة بتكلم الجديد واللي جاي بتتكلم على القديم وهيشوري دلوقتي حضراتكم إيه اللي بتقوم بيه دي مجموعة أو ملامح الأساسية لهذا البرنامج أو لهذه المنظومة بنتكلم على عفاق كامل من ضرائب الدمغة ومن رسوم الشهر والتوصيق بنتكلم على عفاق كامل من ضريبة الأرباح الرأسمالية ومن ضريبة توزيعات الأرباح لكل شركة في مصر حجم عملها حتى 15 مليون جنيه بنتكلم من عفاق من طبيق نظام الخاص أو ضفعات المقدمة عشان نديهم سهولة يكبره دي في مرحل دي شركات عادينا تكبر وتمه وبسرعة جدا تقدر ترسل القمر بحية وحجم أعمال أكبر بكتير بنتكلم على إن إحنا حاجات تانية مهمة جدا بنتكلم إن إحنا مضافة بتتقدم كل شهر إحنا هنطلب منهم يقدموها أربع مرات في السنة عشان نيسر وهنعمل لهم إكرار بسيط جدا لا يتعدى كذا صفحة بسيطة جدا وحنساعدهم على تقديمه وهنجيهم الخدمة إن هم يقدموه بسهولة ويسر دون أي مقابل بنتكلم على إن إحنا النهاردة حتى لو حد عنده شركة وعنده خمس أو ست أفراد يستحق عليهم ضريبة مرتبات حتى هذه الضريبة مش هنطلبها شهريا زي كل الشركات هنطلبها مرة في السنة مع التسوية السنوية اللي بيعملوها عشان ما يبقاش عليهم عب إن هو يجيب بقى مكتب محاسبة ويبقى عليه تكليف كبيرة في هذا العمر بنتكلم إن إحنا النهاردة في عيدة الميلاد بالنسبة لنا ليهم هو يوم ما يجوا وسجلوا عندنا ومش هنبص في أي حاجة وراء مش هنرجع له وراء هو جاه سجل مش هنسأله بقى على كنتين وكان بيعمل إيه وخلاص ده بدايته معنا وبنتكلم على حاجة مهمة جدا 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 إن إحنا لبناء الثقة إحنا لمدة خمس سنوات هنقبل كل اللي إقدمه ولن نفحصه إحنا هنصد فيه لقيتنا هو يقدر يكون يعرف السيستم ويعرف المنظومة ويعرف إيه المطلوب وهنقدم كل خدمات الدعم زي ما قلت بدون مقابل فده لأول مرة منظومة متكاملة بتخاطب كل أنواع الضرائب وليس نوع ضريبة واحدة ونيجي على آخر حاجة ضريبة الدخل أو ضريبة الأرباح إحنا مدينا أو زودنا الخمس سنواتفرش مليون زي ما قلت وقلنا ضريبة مقطوعة سهلة جدا مش محتاجة خلاف ولا محتاجة تباين ولا إن حد في المأمورية يقوله إيه اللي عليك ولا إيه اللي ليك ولا أخصم لك إيه ولا حط لك إيه قصة بسيطة قوي عنده حجم أعمال لقيت رقم معين بيدفع ألف جنيه عنده رقم أعمال لقيت خمسونية ألف جنيه هيدفع ألفين خمسونية جنيه خلاص وياخد رقم يدفع الرقم دايب عنده مخالصة من الضرائب حتى لو عنده أرقام أعلى هناخدها نسبة من إراد على الرغم من إن الصح إن الضريبة نسبة من الأرباح لكن حتى للفئة الصغيرة دي عشان ما نخشش في فكرة مصروفات وإيه اللي تخصم وإيه اللي تسدد وإيه كده بنبسطها جدا الإرادة مفيش خلاف عليه ما بين المصحة وما بين الممول فأي حد عنده هذا النشاط حتى 15 مليون جنيه يقدر يستفيد من هذا الأمر وإن شاء الله بنوقع بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة ومع وضعات الصلاة وغيرها لأن ده بيخاطب ناس كتير قوي بيخاطب الفريلانسر أو ريادة الأعمال والأنشطة الجديدة والشركات النشائة وبيخاطب أي حد بيفكر في مشروع صغير وعايزه يجبر وعايز ياخد تمويل وعايز يصدر دي بتخاطب حاجات كتيرة جدا جدا وبتخاطب كمان مجتمع الأعمال الصغير وبتخاطب كمان القطاع الغير رسمي اللي حابب جدا وإن شاء الله نشجعه أنه ينضم ويستفيد من حوافز دي وحوافز غيرها كثيرة كل ده جاهز تشريعيا لأن احنا محتاجين أنه كنا نحط منظومة جدت عندنا في الضرائب منظومة متكاملة لكل هذه أنواع من الضرائب فده كان حاجة مهمة جدا نتكلم نهارده الحمد لله برضو ويعني اختبرنا هذه المنظومة الكترونية بنطلق منظومة الكترونية للمقاصة ده موضوع مهم جدا 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 النهارده أي ممول في مصر ممكن يبلغو مستحاقات عند الدولة دعم صادرات معالي وزير هيشرح الموضوع كمان شوية على منظومة مساندة الصادرات ممكن يكون له مستحاقات عندنا كمؤول أو كعميل بيأورد بعض المنتجات ممكن يكون عنده مستحاقات لدينا رد ضريب الشيطية مضافة أو عنده رسيد دائم دفع ضرائب وعنده رسيد دائم في الضرائب يقدر نهارده خلال هذه المنظومة يستغلها ويستخدم هذه الحصيلة أو هذه المبالغ التي يستحقها لتسوية اتزاماته يقدر يسدد بيها ضرائب يقدر يسدد بيها أنواع ضرائب متنواعة يقدر يسدد بيها اتزامات أخرى عليه للدولة وهنتوسع فيها تدرجان هنبتدي ببعض الامور ثم نتوسع فيها تدرجان بعد ما نطمن وهو صاحب القرار هو اللي بيخش يشوف رصيده وبيكرر عايز يوديه فين فعشان كان دا يتم كان لازم يبقى فيه ربط الالكتروني ما بين الجهات دي عشان تقدر تتم عشان يقدر النهاردة ما يبقاش حد عليه غرامات هو دا ايه الفكرة في دا ان هو بقى لما هو يبقى عليه التزامات وبتحول عليه غرامات وغرامات تأثير يقدر يستقل لهذا العمر وبسرعة نتكلم النهاردة حاجة شديدة الاهمية النهاردة كان واحدة من المشاكل الهائلة واحنا بحل اي مشاكل قديمة او اي نزعات ان كان ممكن يبقى اصل الضريبة المستحق اللي كل الناس متفق عليه سواء الممول او المستثمر او مصلحة الضرائب او اي جهة اخرى في المصالح عندنا انه كان يبقى متفقين على اصل الضريبة او على ايه المطلوب لكن كان فيه غرامات هائلة ممكن تبقى ممتدة لسنوات طويلة جدا خلاص هنعمل سقف الغرامات متعديش اصل الضريبة لكن كمان مهم وده شيء ضروري يعني وانا باعتبر واحد اهم من الاجراءات انه كمان الممول والمستثمر يبقى عليه التزام ضريبي من ساعة ما نختره وليس من سنة الفحص يعني انا لرده ما جيش افحص حد بعد خمس سنوات ويطبع عليه فوق فحص منطقية جدا وهو قابلها فاجي اقول له ان انت عليك غرامات من سنة اللي انت افحصتها اللي هي من خمس سنوات انا اللي اتأخرت او انا اللي افحصته في الوقت القانوني وبتالي حيبقى عليه اي ضريبة مصطحقة واي غرامات منذ تاريخ اختاره وهذه الضريبة وليس في سنة الملف وهنحط سقف للغرامات خلاص يبقى اخرنا هذا الرقم بحيث نقدر ما يبقاش فيه نوع من بعارف اولا الممول بعارف يقينا ايه اللي عليه وعارف ايه اخر حاجة ممكن تبقى تطالب منه نقدر نتكلم على حاجة مهمة جدا احنا عايزين نشجع الناس انها تنتظم معانا في كل المنظومات الكترونية والحقيقة بقى فيها انتظام كبير جدا انشان بس اقول لحضراتكم احنا نرى عندنا اكتر من تريليون وربما مميد في يعني فاتورة الكترونية منساعد ما بدأنا التطبيق وادخلنا فانت بتكلم على حاجة كبير جدا من الشريفات والالتزام الطوعي لكن احنا عدين نشجع الناس اكتر فانحنا النهاردة كل المشمسجل ضريبان بتقول له تعالى لفترة خلال هذا العمل كل الاجراءات دي بتتكلم على العمل مالي حالي ما بنتكلمش على الاحلام وبنتكلمش على طموحات السنوات القادمة وبرضو بأكد دي الحزمة الاولى النهاردة لو انت المسجل تعالى سجل وان احنا النهاردة هنتقبل هذا الامر وزي ماقول هنبتدي صفحة جديدة ولن نرى ولن نبص الماضي بل بالعكس احنا عايزين نبتدي معاك صفحة جديدة كلها ثقة ويقين هنسمح بقى الحاجة مهمة جدا لو انت مموش ومن سنة 2000 لـ2023 وانت بتقدم اكرارك في اكرار وقع منك في اكرار انت دخلته كان ظهرلك بعد كده ان كان فيه خطأ او كان فيه شيء محتاج تكرى عنه النهاردة الواقع كان بيقول انه يبقى فيه غرامة ويبقى فيه تهرب ونخدش في مشاكل نهاردة نسمحلك تسوي اوضاعك وتيجي تقدم الاكرار المعدل وتيجي تقدم اي اجراءات او اي بيانات اضافية ولن نتعامل معاك الا بمبدأ الثقة احنا عملنا منظومات كتير قوي وارد جدا تكون انت يعني كممول كمستثمر محتاج تعدل بعض الحاجات هنسمح بدوت كل ده هدفه ايه هدفه ان احنا نقفل ونساعد ونحل كل المشاكل القائمة عشان نبتدي مع المنظومات الالترونية الحالية بشكل سهل نقدر ننجز فيه وبسرعة بنتكلم على حاجة مهمة جدا برضو النهاردة لو انا النهاردة قدمت اكرار من حق اعدلت تلكلال الفترة دي هتعدل الاكرار مش بس انت كن اكرارك مقدمتوش حتى لو اكرارك كان فيه تعديل واكتشفت انه كان فيه معالجة معينة او فيه طريقة محاسبة او المحاسب بتاعك وجهك لشيء هنسمحلك برضو بدا برضو عشان نبني قادر النفسكة والشراكة طيب نيجي بقى لحاجة مهمة جدا ازاي النهاردة فيه مجموعة كبيرة اوي من منزعات الدربية القائمة وكان فيه قانون عندنا ممتاز ساعدنا على الامهاء عدد كبير جدا من هذه المنازعات احنا الحقيقة تقدمنا المجلس النواب مجلس الوزر الموكر وفعل هذا الامر وبعتنا قانون لتجديد العمل بانهاء المنزعات الدربية ايه هدفنا ان كل المنازعات القائمة من خلال هذا القانون ومن خلال كل تسهيلات المكملة اللي احنا عملنا حالا دي واللي هعلم عليها تباعا تكون موجودة هذا القانون حاليا في مجلس النواب وان شاء الله برضو من ضمن الحزمة اللي ان شاء الله يخرها ويتم استفادة منها وبنكلمنا على الاس للحالات اللي ممكن تستفيد من هذا الامر بيسر وسهولة طيب النهاردة الناس كلها التزمت ودخلت معانا في المنظومة الضربية ايه العائد من هذا الامر؟ العائد ده لكل هدي الموالين ان النهاردة احنا بنجيهم يعني وعد من خلال منظومة بسيطة ودا كرار اداري احنا جاهزين به وجاهز الاصدار احنا بنبص تاني في منظومة رد ضريبة القيمة المضاصة هنبصتها وحسحل اجراءاتها وحنماكنها بشكل كامل وحنخلي الرد اسرع وبنوعد ان شاء الله هذا العام ان احنا نحاول نزود باربع بعض عاص هذا العدد القائم اه يمكن حاجة مهم اوي انا نسيت اقولها او يعني اعداد عليه بسرعة ضده كان مهم يتعرفوها حضراتكم كان عندنا الفحص بيحصل في المراكز لكل الممولين النهاردة الفحص هيبقى بالعينة في كل المراكز الكبرى وفي كل المأمورات هيبقى الفحص بالعينة يعني خلال السنة عدد معين من الممولين هو اللي هتفحص والباق لن يكون مطلوب منه التفحص وبالتالي هنقبل اكراره اكرار ذاتي هنقبله وهنجري به النهاردة برضو من الحاجات المهمة ان الشركات الكبيرة كان بيبقى عندهم اكتر من شركة وكان بيضطروا يقدموا اكتر من اكرار دلوقت احنا للشركات التابعة حتى 30 مليون جنيه اقدم اكرار واحد وانبسطوا الامور والاجراءات انا بحاول يعني طبعا العرض ده هكون تحت نظاركو وهنسيبه حضراتكو بس انا بحاول ادي حضراتكو فكرة عن هذا عن كتير من الامور اللي ممكن تعمل نقلة كبيرة اوي كان واحدة من المشاكل اللي بتقابل كل الناس عندنا قطاع مهمة اوي في مصلحة الدرائب اسم قطاع البحوث هو اللي بيطلع الادلة بيطلع الاراء الفنية النهاردة احنا بنخلق لهذا قطاع زي مجلس الوارد بيخلق له مجلس استشاري من قامات كبيرة جدا محايدة تقدر تضمن ان اي قرار حيطلع هيكون مراجع وسنتين ممراجع كل القرارات التي اصدرها قطاعات البحوث عشان نقدر ندقق ونحسن ونعالج كتير من المشاكل فيه كتير من المشاكل على فكرة حلها في بعض القرارات دي انها تصوب وده احنا جاهدين به باكد تاني ده قرار اداري وجاهدين بمجموعة من اجراءات اللي عنعلنها خلال ايام قادمة عشان نضمن انه كتير من الفتاوى بيتم تصويبها وكتير من الفتاوى المطلوبة هتطلع وده بتبقى قرارات ملزمة للمصلحة لما يطلع الفتوى دي اي مستثمر بيقدر استفيد منها وبتبقى قرارات ملزمة لاي قطاع ولاي مأمورية جوه المصلحة وهننشر اي حاجة بالتأكيد وهنا تواصل في هذا العمر نتكلم على الرأي المهمة جدا لو نتكلم على اليقين النهاردة معالي وزير الاستثمار ممكن تكون بيتكلم مع شركة وعادة تيجي مصر بس عايزة قبل ما تبطيج يتيجي مصر وتبطيج الشعر والدخ ماليين الاستثمارات عادة تاخد رأي رسمي مش بس من مكتب محاسبة من مصلحة الدراج نفسها بتقول له انت حقوقك ايه وواجباتك ايه والتزاماتك ايه وفقا لنشاطك فده بنفعله كان يمكن موجود كلجنة صويارة احنا اللي بنعمله هنا ان احنا بنحول هذه اللجنة لقطاع او ادارة تبع سيدة رئيسة المصلحة وبنوجد لها كل الامكانيات الممكنة البشرية المتنوعة وبنجيهم قدر كبير اوي من السلطة والقوة والقدرة على تنفيذ القرار ومرة اخرى هذه القرارات ملزمة للمصلحة ليست ملزمة للممول الممول ممكن ياخدها ويناقش ويروح لكن طالما طلع قرار مسبق في ايد الممول بقى ملزم لكل القطاعات في المصلحة الدرايب وبالتالي يبعنده يقيني بعارف ايه حقوقه وايه واجباته دون اي قدر من التأويل او المراجعة احنا نتكلم عن حاجة مهمة جدا ان احنا المعارضة واحدة الدعم المستثمرين اللي كانت موجودة داخل المصلحة فعلا احنا نعلناها وكبرناها وده قلنا تبعيتها للسيدة والمصدرات المصلحة ودناهم مخصصات يعني اكبر بالكثير مما كان موجود واكدنا على كل ادواء التعامل مع هذه الشكاوة وبسرعة وهيبافيه نظام متابعة قوي جدا جدا لهذا الامر واحدة من الحاجات المهمة جدا وده برضه تفاصيل اللي عملناها عشان ننأكد عليه ان نأكد على تفعيل هذا الامر من ما كانت وغيرها من الامور كلها تكون تحت نظر حضراتكم لكن كلها حاجات مهمة جدا احنا النهاردة نتكلم على حاجات مهمة اوي النهاردة ايه افضل حاجة نقدر نديها للممول بعد ما دخل معنا والتزم وعنده يعني اشتراك كامل في كل المنظومات ان على القل الاكرار ضريبي اللي كان 70 صفحة او في نوع في انواع ضرائب واقل شوية في انواع اخرى النهاردة احنا جال وقت ان انبسط احنا خلال هذا العام كل الاكرارات الضربية بتبسط وبتنخفضها عددا معناها ايه؟ معناها ان في وقت اقل بتميلي معناها انه مش محتاج مجهود كبير يملاقي وليه بنعمل كده؟ لان هو الحقيقة بقى ملتزم وبقى تمعظم فواتيره واكراراته بتقدم الالكترونية فعلى بسيه تبصيل جدا في الاكرارات وعلى فكرة دي حاجات بتؤثر جدا في تقييمنا الدولي وفي تقييمنا في مؤشر يعني كل مؤشرات اللي بتحدي دي حاجات مش حاجات شكلية دي حاجات مؤثرة جدا لان وقته والمجهود والزمن والتكلفة اللي بيتصحها وبيتحملها مستثمر فعال بتبقى عجام كبيرة جدا ومبالغ كبيرة جدا فده امور كلها بنبسط وبتخفض التكلفة الحقيقية على هذا الامر ده الموضوع الفحص بالعينة اللي انا قلت عليه كان عندنا زي ما بقولت الفحص بالعينة كان في الماضي كان فقط في بعض المؤمويات دلوقت هي لعى الجميع فكده خلاص انها تبعارفة راسها من رجليها تبعارفة ان هي تتفحص وفقا لمنظومة مخاطر واضحة جدا وفقا لمنظومة واضحة وكمان حاجة مهمة جدا احنا بنعالج القديم هذه المنظومة دي بتراعي والفحص بالعينة بيراعي كمان القدرات البشرية والانكانات المتاحة وبالتالي باذن الله من خلال تفعيل هذا الامر مشابه فيه بقى تراكم اخر مشابه فيه مشاكل اخرى متراكمة لان هنا بقى انا بيشتغل قدراتنا ونظام مخاطر وبالتالي ليس مطالب اي اه يعني اه دلوقتي اي ممول ان هو يبقى كل سنة بيتفحص لو كان في العينة وطبعا ده بيدي مكافأة كبيرة جدا للمتزم لان نظام المخاطر اي واحد ملتزم وبيقدم كل اكراراته بيرفع فواتيره خلاص هو بقى ملتزم وبالتالي نظام المخاطر لوحده مش هيتطلعه وده نظام الالكتروني ونظام مفاعل على فكرة بس ما كانش مطبع على كل المأموريات والدرائب ذلك هيتطبع على كل المأمورات والمراكز والدرائب وان شاء الله يساعدنا ان احنا مرة اخرى يبقى فيه حالة وضوح ويقين واضحة جدا احنا بنتكلم النهاردة على حاجة برضو من الحاجات المهمة موضوع الفحص اللي كان بيخلال لنا النزاعات ما انا مجيش حل بس النزاعات واسيب اصل المشكلة وهو الفحص اللي كان بيقدي للنزاعات فنظام الفحص هيبقى واضح جدا فيه نظام الفحص بالعين خلاص اتفقنا عليه حنيجي كمان حتى في الجزء اللي ممكن يتفحص سنويا هيبقى عنده دليل واضح جدا قبل ما يقدم اكراراته في مارس اطلع الدليل دا قبلها بشهر او شهرين او ثلاثة وهو جاهز وجاهز برضو بنتراحه للنقاش مع كل المهنين هيبقى واضح فيه لكل المأموريات ايه المطلوب لو انت وقعت في عينة الفحص ايه البيانات المطلوبة منك فقط ولايت مطلوب منك ايه حاجة اضافية اخرى ايه نوعية البيانات تبقى جاهز بيها لو انت وقعت في هذه العينة تقدر تجي تقدم وتتفحص وبسرعة ونخلص الفحص خلال نفس العام دون تراكم ودون مشاكل ومرة اخرى هيبقى فيه فحص متابي وهنتوسع فيه جدا لان النهاردة المنظومة بتسمح لنا بهذا الامر فيه كتير من ان شاء الله الممولين مش هنطلبهم انهم يجوا حتى يتفحص احنا هنفحصهم من عندنا بقى فيه منظومة الالكترونية وبيقدموا كل الاكرارات وكل البيانات مش محتاجين نجيبهم في هذا الامر احنا النهاردة نتكلم على حاجة مهمة جدا عشان نقدر بقى نخلص من التأديرات الجزافية كان لسه فيه بعض الامور اللي بنسمح فيها بتأديرات كده يعني ايه دون مستنجات احنا بنهني هذا الامر بنهني ليه؟ بنهني عشان خلاص بقى انت خلاص بقى بقيت بزرزززم بتقديم فواتيرك انت مش محتاج عاجة منا انت النهاردة اثبتت جديتك فمش عاديين اي تأديرات جزافية من جفة الاطراف وعاديين سهل لدوني على بعض فاحنا تدرجيا خلاص هنرجع تاني ان احنا كل ما هو مقدم في اكرارك من فواتير وإصالات سيتم الاستخدامه بشكل كامل والاستناد ليه في معاملتك وفي فحصك وفي التعامل معاك في هذا الامر ارفتنا الحاجات دي كلها دي مطالب بقالها سنوات طويلة جدا من مجتمع العمال من المباولين دي جزء كبير جدا من المشاكل اليومية اللي بنشوفها والحمد الله كمرحلة اولى بنعالجها ما بنقولناش ان احنا عالجنا كل شيء لان دي بقولت مرة تانية دي مرحلة الاولى طيب احنا النهاردة هنقيس نفسنا هبقى صعب احنا جدين جدا في هذا الامر فاحنا بنوعد واخدنا اجراءاتنا في التعاقد مع اكتر من بيت خبرة محاية يقوم لنا بالستقصاءات ومتابعة لما يتم من اعلانه من اجراءات واصفعات عشان نقيم نفسنا لان الهدف بسيط جدا غير ان الحاجات دي تنفذ بجدية ويحس بيها الممول والمستثمر بجدية نفس الامر فبالتالي احنا على استعداد تماما ان حد دي يقول لنا على فكرة خمس اجراءات دولا تموا بنجاح يمكن فيه مشكلة في حتة معاينة او في مأمورية معاينة او في بعض المأموريات هنعالج حد دي يقول لنا ده محتاج شوية تفعيل مش جايب الاثر الكافي ده شكل بديهي وهنعمله وهنستمر فيه وهنعلنه هنعلن ايه اللي تم وايه اللي محتاج شوية شهر قوي اه يمكن العنصر البشري انا يعني بيؤكد مرة اخرى ما تم عرضه اليوم كان بناء على تواصل وتنصيق كامل يوميا مع مصطحة الضرائب وبرغبة مشارقة من الجانبين وبإيمان كامل بان هذا الاصلاح ضروري وهام لنا وللممول وللبلد لكن لن يعني بنؤكد عشان ده يتفعل محتاج عناصر مجاح زي هذا العنصر احنا بنكر ان شاء الله نظام حق تحفيز قوي جدا لكل زملائنا في المصلحة ومبني على قياس اداء ومبني على معاشرة قياس اداء مش مبني على فقط الارادات المحصلة بل مبني على خدمات واضحة جدا جدا وهنستثمر بشكل كبير اوي وضعفنا اكتر من مرتين موازنة وميزانية باذن الله الاستثمار في العنصر البشري جوا المصلحة ولن نبخل في هذا الامر مهما كلفنا نتكلم النهاردة على ادلة موحدة لكل اجراءات الفحص وظلة موحدة لكل انواع الالتزامات الضربية ستكون متاحة باذن الله قبل نهاية هذا العام الميلادي على مواقعنا وهتكون موحدة وملزمة لجميع العاملين احنا بنكلم هنا على توحيد المعاملة لكل الناس ببساطة ووضوح في الاخر عايزين الناس تعرف ايه حقوقها وواجباتها والناس تلتزم بهذا الامر وهيكم منا شوية تواصل اعلامي قوي ويعني يجيلكم كل شوية بتفاصيل كمان في هذا الامر بكوة مرة اخرى كل ما تم عرضه اليوم سواء من تعليلات الشرعية جاهزة ستكون في مجلس النواب الأيام القادمة بإذن الله وان شاء الله كل القرارات التنفيذية جاهزة وتم مراجعتها وستصدر وكل الامور دي ستنفس بالكامل خلال عام 24-25 حاجة اخر اجرائين كان عندنا مشكلة انه في عقوبات وده طبيعي جدا لأي حد ما بيلتزمش انت عايز تكافئ الملتزم وعايز بقى فيه برضو قدر من التشجيع للناس تلتزم فلازم يكون في قدر العقوبات لكن كانت العقوبات مسكوحة مش محددة وما فيهاش اي تضرق فكان بالتالي بنسيب مشاكل كدير اول حد عمل حاجة حاول يقدم اكراره بس كان بالليل العنصر التكنولوجي مساعدوش او لأ صعوبة بنعامله نفس معاملة حد ممكن يكون عن قصد مقدمش اكراره او عن قصد قدم ان البيانات مش مزبوطة او قدم يعني فواتير وهمية لأ حنا نعمل تضرق واضح جدا وعدلنا نص القانون بحيث نسمح بتضرق شديد وفقا للعقوبة تبقى مرتبطة بالاجراء نفسه مع التفصيط ومع مرة اخرى احنا بنصد في الناس وعايزين الناس نصد في المنظومة وتيجي وتشتغل وحطر مننا باذن الله قادر من الانفجاح الشديد في التعاول اخر حاجة بقى كل ملفات القديمة قبل 2020 احنا بنجد لها حل لحلها كاملا طب ليه انا نهارا مش عارض التفاصيل للتفاصيل تعدى امر مع ان انا حسمناها لانه في بعض الامور لازم تخلص من ناحية تشعيع ثم تعرض على حضراتكو لكن احنا بقول احنا بنستجي صفحة جديدة كل ما هو قديم طوعيا هنحله وهنجد له حل كامل جاهز هذا الحل وجاهز كل الامور دي وعلى فكرة الحلول دي هي الحلول اللي اطلبت منا من مجتمع الاعمال العشرين جلسة اللي انا عرضتهم في الاول دولا كانوا جلسات كانوا مفيدين جدا لينا ادونا رؤية واضحة جدا لكل حد احنا عايزين ندي الناس في الاخر اكرار ان هو عنده مخالصة ضربية من كل السنوات الماضية ويبقى خلاص المنظومة الجديدة المنظومة الالكترونية اللي نشتغل فيها للمستعمل فانا حبيت اعرض لحباتكم كل هذي الاجراءات كل هذي التفاصيل فيه حاجات كتير قوي احنا ما قلناش هنا لانها تبقى اجراءات تنفيذية هنقوم بيها فورا وهنبقى جاهزين بيها انما احنا جاهزين بهذا الامر جزارة ومصلحة وان شاء الله دولة وحكومة كلنا وان شاء الله كل فترة نيجي نقول لكم النتائج من احجام مشاكل حلناها من نزعات حلناها في هذا الامر انا اتوقع عند هذا الامر واترك بقى الفرصة لدميري سيد وزير الاستثمار يجي بقى يستكمل العرض الخاص دي